السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه الحصة إن شاء الله وفي هذا الفيديو سنتعرض سويا لبطاقة رقم 5 التي هي بعنوان أمراض الأجهزة التناسلية نشوف مع بعض تلخيص المحتوى أولا أمراض تصيب الجهاز التناسلي من الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي هي تكيّس المبايد وعنده كمان السرطان بالنسبة لمرض تكيّس المبايد يحدث بسبب خلل هيرموني يؤدي إلى تضخم المبيض نتيجة وجود حويصلات صغيرة في داخل المبيض مما يؤدي إلى حدوث خلل في عملية التبويض والطرابات في الدورة الشهرية كما سبق وتناولنا في أثناء شرح الدرس أما بالنسبة للمرض الثاني هو مرض السرطان ويعد سرطان لبرستاتا هو الأكثر شيوعا عند الذكور بينما عند الإناث فيوجد سرطان الرحم والمبيض والسدي الأكثر شيوعا عند الإناث ومعروف أن السرطان هو عبارة عن نمو غير طبيعي لخلايا الجسم طيب دعونا الآن نرى سويا اللي هي الأمراض المنقولة جنسيا الأمراض المنقولة جنسيا زي ما سبقوا حكينا في عندنا أمراض اللي هي متلازمة نقص المناعة المكتسبة وفيه عند التهاب الكبد الوبائي من النوع B الأول اللي هو متلازمة نقص المناعة المكتسبة يسببه فيروس H.I.V الذي يعمل على ضعف حاد في مستوى المناعة المكتسبة في الجسم إذن سببه هيرمون عفوا فيروس H.I.V طرق انتقاله واحد الاتصال الجنسي اثنين عبر الدم ثلاثة من الأم المصابة إلى الجنين اثنين المرض الثاني هو التهاب الكبد الوبائي من نوع B الفيروس المسبب هو فيروس H.B.V المتواجد في بلازمة الدم والإفرازات الجنسية كالسائل المنوي وإفرازات المهبل أعراضه إصفرار الجلد والعينين اللي هو إحنا بنقول عنه اليرقان لون البول داكن ولون البراز فاتح ثلاثة فقدان الشهية والغثيان والقيء أربعة ضعف عام طبعا هادي ممكن تجيني يعاشر مقارنة في الامتحان بين هدولة المرضين طيب نشوف مع بعض هنا اللي هي الأسئلة نشاط رقم واحد نشاط رقم واحد يقول اختاري الإجابة الصحيحة أي من الأمراض الآتية يحدث بسبب نمو غير طبيعي لخلايا أعضاء الجهاز التناسلي هل هو سرطان الدم أم متلازمة نقص المناعة المقتسبة أم التهاب الكبد الوبائي من النوع بي أم سرطان الرحم طبعا الإجابة الصحيحة هي سرطان الرحم اتنين ما الفيروس الذي يسببه مرض التهاب الكبد الوبائي من النوع بي هل هو اتش آي في با بي آي في جيم اي آي في ولا اتش بي في طبعا دال هو اللي صح له اتش بي في اي من الطرق التالية لا تؤدي للإصابة بمرض متلازمة نقص المناعة المقتسبة واحد نقل الدم الملوث اتنين الاتصال الجنسي جيم عبر المشيمة دال تناول الطعام الإجابة الصحيحة هي دال تناول الطعام أربعة ما العرض الذي لا ينتمي لأعراض الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي من النوع بي بدي أشوف الأعراض وأشوف مين بنتميش للأعراض زي ما سبق وحكيناها ألف اسفرار الجلد والعينين في عندي اتنين أو با لون البول داكن والبراز فاتح جيم ضعف التبويض دال فقدان الشهية والغثيان طبعا جيم هي الإجابة الصحيحة لو ضعف التبويض ملوش أي علاقة بالتبويض في الجسم طيب على العموء اللي هو مرض حنرجع للأمراض ونشوف مين بيصيب الذكور فقط ومين بيصيب الذكور والإناث بالنسبة لنشاط رقم اتنين أذكر القواعد العامة للإصابة أو للمحافظة على الجهاز التناسلي نشوف مع بعض هذه القواعد رقم واحد المحافظة على نظافة الأجهزة التناسلية اتنين اتنين المحافظة على نظافة الملابس وخاصة الداخلية منها واستبدالها بشكل مستمر في فترات قصيرة وعدم استعمال ملابس الآخرين ثلاثة مراجعة الطبيب فورا عند ملاحظة ظهور أي أعراض تدل على الإصابة أو وجود إفرازات غريبة أو طفح جلدي أو حكة طبعا من ضمن الأمراض اللي إحنا حكيناها يا عاشر لو جينا هنا اطلعنا عندنا تكيس المبايض هو من الأمراض التي تصيب الإناث فقط أما السرطان فيصيب الإناث والذكور على حد سواء لكن في أماكن مختلفة زي مثلا اللي هو الإناث يصيب سرطان الثدي سرطان الرحم سرطان عنق الرحم أو سرطان المبيض بينما الذكور أكثر يعني والأكثر شهرة عنده الإصابة بصرطان لبرستات طيب نيجي للأمراض المنقولة جنسيا اللي هو الإيدز نقص المناعة المكتسبة هذا المرض أيضا يصيب الذكور والإناث على حد سواء المرض اللي بعده هو التهاب الكبد الوبائي التهاب الكبد الوبائي أيضا يا عاشر يصيب الإناث والذكور على حد سواء طيب لو جينا نراجع مع بعض له مرض الحسبة الألمانية اللي حكيناها التاء الشرح مرض الحسبة الألمانية يصيب أيضا الأطفال والصغار والكبار والنساء والرجال لكن زي ما حكينا هو أكثر خطورة على النساء الحوامل مما يسببه من إيش من مضاعفات خطيرة جدا على الجنين وعلى الأم وغالب المضاعفات يا عاشر زي ما تحدثنا في الفيديو السابق أن هذه المضاعفات تكون على الجنين حيث يصاب إما بالعمى أو بالصمم أو مش مشاكل في القلب أو تشوهات من هذه المشاكل الكثير الكثير طيب إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس اللي هو درس الأجهزة التناسلية إن شاء الله سنقوم بتحضير اللي هو فيديو للمراجعة قبل الامتحانات النصفية كونوا بالقرب وفي الانتظار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته